اهلا وسهلا بكم معينا في حلقة جديدة من بالهنة والشفا مع دخلة الصيف كلنا عايزين ننزل من البيت من غير ما نحط اي حاجة على وشنا نحط واقي الشمس وبس كده ونروح نصيف ونرجع ونلاقي انه بشرتنا منورة والشنا منورين من غير ما نحط اي حاجة خالص علشان نقدر نوصل للنتيجة دي لازم ناكل اكل يساعدنا ان احنا نوصل للنتيجة دي علشان كده هكلمكم النهاردة عن الاكل اللي علاقة بصحة ونظارة البشرة ايوة الاكل ممكن يؤثر بطريقة رهيبة على شكلنا على وشنا منور قد ايه على شعرنا قوي قد ايه على دوافرنا بتتكسر ولا لأ مش بس على الاعضاء الرئيسية اللي في جسمنا بس عايزة اقول لكم انه جسمنا عنده اولويات يعني ايه يعني اولوياته انه يغزي الاعضاء الرئيسية اللي هي من غيرها ما نقدرش نعيش وبعدين لما بتتغزى ويبقى فيك كفاية وزيادة من الفيتامينات والمعادن بيبتدي يوديها للاجزاء اللي مش مهمة قوي من وجهة نظره اللي هي زي البشرة والشعر والدوافر عشان كده بيقولولك دايما البني ادم اللي وشه منور اللي فيه اشراقة في وشها ده بيأكل كويس جسمه قوي جسمه صحي المية هي المكون الرئيسي بتاع جسمنا وبالتالي هي المكون الرئيسي بتاع بشرتنا فعشان نحافظ على بشرتنا منورة محتاجين نحافظ على كمية المية اللي فيها يبقى لازم نهتم ان احنا ما نقللش كده المية المية اللي بناخدها على مدار اليوم على الاقل هاخد لترين للترين ونص على الاقل هل اخد المية بتاعتي كلها مرة واحدة لا هقولكو في حلقة تانية بالتفاصيل ناخد المية ازاي ولكن دلوقتي هقولكو ان احنا ناخدها على مدار اليوم المية كمان مهمة جدا علشان بشرتنا تبتزي تجدد وتنتج كولاجان اكتر واكتر طب ايه كمان مهمة علشان الكولاجان يطلع او يبقى بيفرز وبينتج فيه الجسم الكويس ايه الحاجات الغنية بفيتامين سي زي ايه زي المرتقان زي اللمون زي الفراولة والجوافة كل الحاجات دي بتحفز انه لما الكولاجان يطلع يمتص كويس ويبقى لي نتيجة كويسة على بشرته عين الجمع الغني بفيتامين هه فيتامين هه ده بيعمل ايه بيساعد فيه السيطرة على ظهور التجعيد واعتقد ده الشبح اللي بيخوف كل البنات اللي في الدنيا والرجالة كمان انه انا بان على وشي تجعيد ابتدى يبان علي السن ولا لا عين الجمع لو اخدناه باعتدال ممكن يساعد فيه التأخير من ظهور التجعيد يعني ايه باعتدال اي مكسرات هنصحكوا تاخدوا منها اعرفوا كده ان العدد سبعة فسبع حبات مكسرات في اليوم انا مش كل يوم بقى هاخد عين جمل فيه يوم هاخد عين جمل علشان بشرتي وفيه يوم تاني هاخد لوز علشان خاطر هو فيه مضادات اكسادة عالية وفيه يوم تاني هاخد فزدق علشان بحب طعبه فانا مش لازم كل يوم ااخد نفس الحاجة بس لما اخدها انوع واخد الكمية باعتدال زي ما قلنا الحاجات الغنية فيتامين سي زي البروكولي زي الفلفل الالوان زي الكيوي كل الحاجات دي مهمة علشان انتاج الكولاجين فيتامين سي كمان بقوا يدخلوه فيه منتجات البشرة وده دليل كبير جدا انه هو مهم للنضارة مهم في التقليل من التصبغات الخيار بقى من اكتر انواع القدار اللي فيه مياه تقريبا فوق 90% منه مياه وغني كمان بمضادات الاكسادة فهو حاجة هايلة ادخلها في نظامي الغذائي بصورة يومية وده بقى ما تاكلوش منه باعتدال ده كلوا منه خيارة اتنين تلاتة اربعة براحتكم لان هو ما فيهوش حاجة ممكن لو زودت منها تضريني زي الدهون اللي موجودة في المكسرات الاوراق الخضرة الغمقة زي السبانخ ودي هنعمل بيها وصفة النهاردة عشان نوريكو ازاي ممكن ندخلها في نظامنا الغذائي من غير ما نبقى بنعمل سبانخ بالسلسة زي ما كلنا متعوديني وهنعمل كمان وكمان مهم ان احنا ناكل جزر مع الاوراق الخضرة الغمقة وكانتالوب ومانجا كل الحاجات دي غنية بحاجة اسمها ايه؟ بيتا كاروتين البيتا كاروتين ده بيدخل جسمي يتحول لفيتامين اي فيتامين اي مهم جدا في السيطرة على ظهور التجعيد برضو زي ما قلنا المكسرات بانواعها كلها والحبوب زي التشيا سيدز وزي بذور الكتان غنيين جدا بالأوميجا ثري الأوميجا ثري طول ما احنا بناخدها باعتدال او الدهون عموما ناخدها باعتدال فدي اضافة ليا طب دخلت البيت جعان قلت انا ااكل حاجة صحية خلصت نصف كيلو فوز دق خلصت نصف كيلو عين جمل كده انا بعمل حاجة صحية لا كده انا باخد دهون مبالغ فيها بدخلها جسمي تبتدي تطلع على مستوى الدهون بتاع الدم بتاعي مستوى الكوليسترول كمان ممكن تسبب لناس بشرة دهنية وتبتدي تطلع حبوب زي ما قلنا انه بذور الكتان كمان والتشيا سيدز فيهم مادة اللي هي الأوميجا ثري بتساعد على تقليل التسبغات في البشرة يعني لو انا عندي تسبغات اخد تشيا سيدز وفلاكس سيدز وبذور كتان لا انا باخدهم علشان امنع ان ده يحصل لكن هم مش هيحلوا محل دوا او منتج توبيكل ابقى بحطه على بشريت حاجة كامل حاجات اللي بتفرق جدا في البشرة لانها غنية مضادات الأجسادة هي الشاي الأخضر تعالوا نشوف هنعمل النهاردة وصفة ايه مع بعض وصفة النهاردة هي بيرجر بس البرجر مش باللحمة بيرجر بالفراخ لانها نوع بروتين أخف وارخص المتداول أكتر واعتقد الأطفال بتحب الفراخ أكتر بكتير من اللحمة فهنعمل النهاردة بيرجر الفراخ طعمه مختلف وحلو جدا ومدخلين في حاجات خضروات مختلفة قيمة غزائية عالية جدا 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 تعالوا نشوفوا المكونات مع بعض بتاعة بيرجر الفراخ عبارة عن ايه معانا فراخ مفرومة ومعانا سبانخ فلفل حلو أو فلفل أحمر مفروم معانا كمان بصل وسبانخ ومشريم بابركام دخنة توم باودر بصل باودر شطة باودر دي اختياري وملح وفلفل هنقدموا مع ايه؟ هنقدموا مع تارتار سوس هتطلع لكم دلوقتي مأذيروا على الشاشة عملناه مع بعض بس ممكن اقول لكم كده ايه؟ هو بتعمل ازاي؟ احنا بنعمله بالطريقة الصحية بنحط زبادي يوناني كايبرز و بصل و راليش اللي هو خيار مخلل وعليه خل وسكر و بنحط كمان مستردعين كالنوع اللي موجود عندنا ديجان او عادية بنحط كمان فلفل اسود و ملح نبتدي نعمل مع بعض برجر الفراخ وعايز اقول لكم مدام كل الحاجات مفرومة حل انا هبتدي بس ايه؟ اخلطهم مع بعض انا عندي هنا تعالوا نحطوهم على طول زي ما قلت لكم معايا الفراخ مفرومة جاهزة انا لو معايا المكونات كلها مفرومة هبتدي اشتغل بيهم في بولة طب انا مش معايا المكونات مفرومة هعمل ايه؟ هجيب محضر طعام وحط كل المكونات دي ما بعض فيها تطلع متمسكة وهيلة بصوا الفراخ السبانخ وقلنا السبانخ دلوقتي ايه؟ مهمة جدا مش بس علشان الجسم لكن كمان بيفرق في نضارة البشرة معايا كمان الفلفل الاحمر ولو عايزين تزودوا اصفر او اخضر مفيش مشكل معايا كمان ماشروم والبهارات بتاعتي والله لو فيه انتو نوع بهارات معين بتحبوا تزودوا للبرجر بتاعكو في البيت الفراخة او اللحمة عايزين تزودوا تقدروا تزودوا انا قلت لكم البهارات اللي بتطلع تعم البرجر ده حلو جدا بس ده مش معناه ان دي الوصفة الوحيدة انتو ممكن تغيروا براحتكو وحسب زوقكو في البيت حسب الاهل البيت بيحبوا طعم ايه؟ طيب انا بقى هابتدي ايه؟ اخلط المكونات دي مع بعض حلوة قوي وشكلها شكل برجر ومسخنة الطوصة بتاعتي هحطها عليه على طول تفتكروا انا لما اجي يقدم ايه؟ ساندوتش برجر هقدموا في عيش كايزر؟ طبعا لا هقدموا في خاص فانا مجهزة معايا اوراق خاص كبيرة ومعايا الحاجات اللي بتحبوا تحطوها على اي برجر انا هنا معايا بصل وطماطم عايزين تزودوا افوكادو تقدروا عايزين تزودوا مخلل تقدروا اي حاجة بتحبوا تحطوها على ساندوتش البرجر جربوا اللي انا بقولوكو عليه ده ومش هترجعوا تحطوا الهامبرجر في عيش لانه هتحسوا ان فيش حاجة نقصاكو انا اكلت كل المكونات اللي انا عايزها من غير ما اخد عيش واخدوا النشويات بتاعتكو من حاجة تانية صحية اكتر يعني اعملوا مثلا عيش صاج في البيت وقدموا مع البرجر بدل الكايزر الكبير اللي مليان نشويات بيضة مالهاش اي لازمة يا جماعة صدقوني لو قللتوا النشويات البيضة من نظامكم الغذائي هتحسوا بفرق كبير جدا جدا في بشرتكو وفي صحتكو طيب انا ايه حطيت رشة زيت وهنزل بي البرجر بتاعي برجر انا بعمله رفاية مش بعمله تخين علشان ما ياخدش مني سوى كتير على الطاصة استنونا بقى بعد الفاصل هنرجع لكم بوصفة حلوة جدا ونقدم مع بعض البرجر ده هوريكم ازاي هيطلع شكله ساندوش مش نقصه اي حاجة من غير عيش استنونا اهلا بديكم معينا بعد الفاصل لو تشموا رحة البرجر بصوا شكله حلو ازاي اتشوح اخد لون من الناحية دي هقلبو لسه دول ما استووش زيو هسيبو يهدى خالص بعد ما يستوي وبعدين ابتدي اعمل الساندوش اللي من غير رقيش بتاعي لغاية ما دا يكمل سوى تعالوا بقى نشوف العصاير اللي هنعملها مع بعض اول عصير معينا هو عصير البنجر البنجر احنا اتكلمنا عن فايده قبل كده في حلقة لو عايزين ترجعوا لها كانت الحلقة كلها على البنجر وكان معينا وصفة حمص بالبنجر فهنعمل ايه هنستعمل هنا بنجر تفاح برتقان خيار وجزر وعيدان كرفس يبقى احنا هنعمل عصيرين اول عصير هو دي مكوناته عصير البنجر طب احنا بنعمل عصير ليه واحنا بنتكلم على الحاجات المفيدة للبشرة او اكل ايه علشان بشرتي يبقى شكلها كده ايه مشرق ومنتعش زي ما قلتلكو تعالوا كده نفتكر اللي قلناه قبل ما نطلع فاصل كلما الخضار اتعرض لدرجة حرارة كلما القيمة الغذائية بتاعته قلت طب ايه احسن طريقة اخد بيها القيمة الغذائية كاملة من الخضار او من الفكهة هي ان انا احافظ عليهم وكلهم سلام من غير طهل طب ازاي هاكل كل دول في طبق واحدة اما اعمل طبق صلطة واخترع حاجات على زوقي يا اما اخد المكونات اللي جسمي محتاجها والحقيقة هتعمها حلو جدا مع بعضها وحطها في الخلاط واشربها كمشروب مشروب دهائل كوجبة فطار واخد معاه بيضة مثلا انا كده اخدت الياف ومعادن وبيتامينات اللي حصرة لها والبروتين بتاعي اخد معاه طبق فول خلاص كده انا ايه شابعان اربع خمس ساعات مش تلات ساعات تعالوا بقى ايه نحط المكونات دي مع بعض في الخلاط ولو احتاجنا نزود شوية مية تقدروا البنجر بتاعي ده فراش انتوا لو الخلاط عندكم مش قوي عايزين تستعملوا بنجر نص سلقة مافيش مشكلة انا هحط المكونات بالتدريج علشان الخلاط يبتدي يقدر ايه يضربهم كلهم ويحولهم لعصير خلال الجزء نظر تبع لو اول ما شغلته الخلاط حطيته كل المكونات دي مع بعض هتلاقوا انه الخلاط وقف مهما زودته مية مش هيشتغل لانها هتبقى كمية كبيرة على السكينة بتاعته فحلو ان احنا هتحط الحاجات بالتبريج طبعا دايما بنصح انه الخضار والفكهة بالذات الفكهة اول ما تتقطع اول ما تتعمل عصير بتتشرب مفيش حاجة اسمها اعمل عصير واحطه في الثلاجة والولادة تاخد منه بكرة الصبح قمتوا الغذائية راحت لو انتوا هتعملوا العصير ده لاكتر من فرد يعني لو انتوا مثلا اربع افراد في الاسرة هتجربوه مع بعض اعملوا الكمية دي لكن لو انتوا في شخص واحد او اتنين هتعملوا نص الكمية دي ليه عشان تبقى على قد احنا هناخد وجبة مثلا فطار وخلاص كده مش هسيب الزيادة بتاعتي في الثلاجة اول وتاني مرة وانتوا بتعملوا العصير ده هتبقوا مخدودين هو انا هحط خيار في العصير هو انا هحط كرفس في العصير اه هنحط لان فويدهم زي ما قولنا عالية جدا اغنية جدا بمضادات الاكسادة والبونجر مش قادر اقولكو هو مفيد ازاي احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده هو خضار ناشوي مليان قيمة غذائية والناس اللي بتقول انه ممنوع في الدايت او انه بيتخن ده مش حقيقي ده بيحصل لو احنا اخدنا منه بصورة مبالغ فيها لكن طول ما احنا بناخد من الحاجة باعتدال الحقيقة بالعكس ده ده من الحاجات اللي بتثبت مستوى السكر في الدم وقت كتير طيب تعالوا بقى ايه نقدم العصير ده ونعمل عصير تاني حلو جدا برضو عشان بقى عملنا حاجة تناسب ايه كل الازواء شايفين هو تقيل لو عايزين تخففوه تقدروا تزودو كمية المية او نسبة المية اللي بتحطوها بس ده اللي بيسموه في المطاعم ايه سمودي بس السمودي في المطاعم بيحطو كمية تلج اكتر عشان يبقى تسقيل لكن احنا هنا بما انو احنا بنعمل حاجة في البيت وفارق معانا صحتنا فاحنا بنعملها ايه السمودي ده متقلينو بخضار وفكه تعالوا بقى ايه ننطلع واحد خلاط تاني ونعمل وصفة العصير اللي جاي وصفة العصير اللي جاي عبارة عن ايه معانا سبانخ ايوا هنحط سبانخ في العصير سبانخ وخيار وكيوي وتفاح اخضر طيب ومعانا برضو المية بتاعنا السبانخ هنعمل ايه هنقطعها بادينا بدل بقى من قول نوع سكينة وهتاكسد ومش هتاكسد اشتغلوا باديكوا اسهل وهنحط عليها التفاح والكيوي والخيار ونخلاط شغال بقى مع الحاجات دي انا هعمل معايكو ساندويتش البرجر اللي هو ايه من غير عيش ونشوف هيتلع شكله حلو ازاي وطعمه يجنن لو جربتوه هلو بقى ننظيف بقية المكونات اللي هي التفاح والكيوي عايز اقول لكم الكيوي والجوافة اللي اتنين من انواع الفاكهة الغنية جدا جدا بفيتامين سي واحنا عادة مننساهم ناكلهمش كتير بصوا بقى احنا معنا هنا ورقة الخص هحط عليها اللي انتوا عايزينه انا هنا استخدمت ايه استخدمت البديل الصحي او اللي طعمه احلى اكتشلي من المايناز وهو الصاص الراليش اللي احنا مجهزينه مع بعض وبعدين هحط البرجر بتاعي اللي هو استوى خلاص وبقى جاهد اهو يبقى كده احنا حطينا ايه تارتار صاص التارتار وبعين حطينا البرجر الفريخ وبعدين تحطه شريحة تماطم وخص عايزين بقى تزودوا باربيكيو تزودوا اي حاجة تانية تقدروا انا دي طريقة الساندريتش بتاع البرجر المفضلة ليا وصدقوني هتجربوه مرة والتانية والتالتة وهتاخدوا عليه ويتبقى المفضلة بتاعي كنتو كمان يبقى كده معينا ايه قدمنا اه البرجر التشيكن بيرجر فيه ساندويتش من غير ايه تعالوا بقى نقدم كمان العصير ده انتو دايما تقدروا تتحكموا في القوام بتاع العصير على حسب كمية المية اللي بتضفوها دايما اتأكدوا ان اي عصير صحي بتحاولوا تعملوه ما تصفوهوش عايزين تخلوه سائل اكتر زودوا نسبة السائل اللي بتحطوها هتحطوا لبن هتحطوا مية مفيش مشكلة لكن ما تصفوهوش لان احنا لما بنصفي العصير بيبقى بنشيل الالياف فيه نسبة كبيرة جدا من الفيتامينات والمعادن بالدوب في الالياف فانا لما شلت الالياف انا شلت معيها فيتامينات ومعادن وسبت ايه في العصير؟ مية وسكر سكر مصدر طبيعي اه بس هو داخل جسني تحاول سكر فاكتر حاجة صحية في العصير دي هي ان انا سيبها ازاي ما هي يارب تكون حلقة النهاردة عجبتكو عملنا معاكو وصفات كلها تدمن لكو ان انتو تطلعوا من الصيف بشرتكو نظرة وجميلة وصحية استنونا بكرة في حلقة جديدة بالهانة والشيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة